استكمالاً لعمليات إجلاء الأردنيين العالقين من السودان وصل قبل قليل تسعون شخصاً من بينهم أردنيون ورعاية دول عربية وصديقة على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني في عملية وصفها وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في إيجاز صحفي بالكبيرة الصفدي أكد أن السفارة باقية هناك إلى حين إجلاء آخر أردني يرغب بالعودة إلى أرض الوطن بالإضافة إلى متابعة أوضاع الأردنيين الذين لا يزالون في السودان وتقديم التسهيلات اللازمة لتأمين عودتهم إلى الأردني بسلام ووصلت بالأمس إلى مطار مارك العسكري أربع طائرات إجلاء تحمل على متنها 343 راكباً معظمهم أردنيون وننتقل مباشرة إلى مطار مارك العسكري والطائرة التي حطت قبل قليل وعلى متنها أردنيون عائدون من السودان من هناك مراسل الرؤية أسامة بليبلي أهلا بك أسامة إذن حطت قبل قليل طائرة عسكرية تقل أردنيين كان لوزير الخارجية وشؤون المقتربين أسامة حديث حول عمليات الإجلاء ما أبرز ما تحدث عنه وزير الخارجية أيمن الصفدي وهل من طائرات أخرى ستقوم على إجلاء الأردنيين نعم لنا في البداية دعينا نقول الحمد لله على سلامة من وصلوا من الأردنيين إلى أرض الوطن بعد عملية الإجلاء التي قامت بها المملكة الأردنية الهاشمية لرعاياها في السودان حيث كان هناك طائرة قد حطت قبل قليل بالفعل في مطار ماركا العسكري في العاصمة عمان والتي كانت تقلم يقارب 90 مواطنا أردنيا جاءوا من السودان نتيجة الحرب الدائرة في السودان حديث وزير الخارجية وشؤون المقتربين أيمن الصفدي فيما يتعلق في أرعايا الأردنيين الموجودين في السودان تم التأكيد بأن وزارة الخارجية تقوم بكل ما لديها من محاولات لإخراج كافة الأردنيين من السودان حفاظا على أمنهم وسلامتهم وإعادتهم إلى أرض الوطن كان هناك حديث أيضا بأن بالفعل في الساعات القادمة سيكون هناك طائرة أخرى تقل الأردنيين وأيضا مواطنين لدول أخرى قد لجعوا إلى المكان الذي يتم فيه إجلاء وإخلاء المواطنين من السودان نتيجة الحرب يعني هناك حديث مطول بما يتعلق في هذا الموضوع وكان قد صرح وزير الخارجية في هذا الأمر مؤكدا بأن وزارة الخارجية تسعى إلى الوصول إلى كافة الأردنيين في السودان وستبقى مستمرة في عملية إخلاء الأردنيين حتى آخر مواطن أردني في الأراضي السودانية حفاظا على أمنهم وسلامتهم يمكن أن نؤكد بأن أيضا وزير الخارجية أشار إلى أن بالفعل الأردن كانت محطة لبعض الطائرات الأوروبية وغيرها من الطائرات التي هبطت في أرض الأردن على الأراضي الأردنية ثم توجهت إلى السودان لعملية الإخلاء المواطنين ورعاياها في تلك الدول أو لتلك الدول بالإضافة إلى أن هناك يكون عمليات تشاورية وتشاركية ربما بين الدول في عملية إخلاء المواطنين حسب الصفرات وماكن تواجدها في السودان هناك عملية إخلاء مستمرة سواء كانوا لأردنيين أو غير الأردنيين وتم الحديث أيضا بما يتعلق في عملية الإخلاء بأنها ستستمر حتى آخر مواطن أردني بعض الحديث الذي قمنا به من بعض الأشخاص الذين كانوا يتوجدون في المطار والذين جاءوا عبر هذه الطائرة أكدوا بأن الأوضاع في السودان صعبة جدا وفي بعض الأماكن يصعب التحرك فيها بشكل كامل يمنع التحرك فيها نتيجة الخلافات الدائرة وعدم القدرة على التواصل مع أي طرف من الأطراف النزال لعملية إخراجه من الأماكن التي حصروا فيها لكن هذا لم يكن سببا أو تلك للأردن في عملية إجلاء رعاياها من السودان والأمور ستستمر حتى آخر مواطن أردني يتواجد على الأراضي السودانية وأن هناك عدد من الطائرات أيضا ستتحرك في الأيام القادمة لعملية الإخلاء وعملية إخلاء أيضا من منهم ليسوا أردنيين متواجدين فالأردن تساعد أيضا بعض الرعاية من دول أخرى في عملية إخلائهم وإجلائهم من الأراضي السودانية من الجنسية الألمانية من الجنسية السورية أسامة هل هذه الظروف التي تحدثت عنها هي التي دعت وزير الخارجية لوصف هذه العملية عملية إجلاء الأردنيين والمواطنين الآخرين بالعملية الكبيرة؟ يمكن أن نصف ذلك الأمر لكن يمكن أن نشير بأن هذه الطائرة لم نسمع بأنه عليها أحد من خارج الأردن يعني هي فقط للمواطنين الأردنيين بحسب ما استمعنا حاولنا أن تنتقص حول هذا الموضوع لكن في الطائرات القادمة بالفعل إذا ما كان هناك مواطنين من دول أخرى لجأوا إلى الأردن ستقوم بعملية نقلهم إلى الأردن وهذا الأمر قد أشار إليها عدد من المتحدثين والذين أشاروا بأن عملية الإخلاء ستكون مستمرة في الساعات القادمة للأردنيين وغير الأردنيين أيضا الذين يتواجدون في الأراضي السودانية والأماكن التي يمكن أن يصلوا إليها في عملية الإخلاء والطائرات التي تكون متواجدة في تلك الماكن لعملية نقلهم إلى الأردن نعم وسنكون معك دائما أسامة بليبلي مراسلون المطاري مارك العسكري شكرا جزيلا لك